رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يزف الخبر السر للجماهير العراقية حيث قال تواصلت مع الجانب القطري بشأن حصول الجماهير العراقية على بطاقة هية وذلك جاء بالتزامن مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وقد وعدوني بتسهيلها سارعا يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد وعد الجماهير العراقية وكذلك قال بوجود الجماهير العراقية تحل البطولة الأسيوية سوف استمر في متابعة الموضوع من أجل تواجد أكبر عدد من الجمهور خلف منتخبنا الوطني في كأس آسيا تأكيد تواجد رباعي الصقور في القائمة النهائية للمنتخب الوطني في كأس آسيا خاص وحصري لموقع المستديرة الرياضية لاعب القوة الجوية الأربعة أيمن حسين وعلي جاسم وإبراهيم بايش ومصطفى سعدون قموا بإجراء اليوم الفحوصات الخاصة الروتينية الملزمة الصباح اليوم من الاتحاد الأسيوي وبالتالي فأن وجودهم في القائمة النهائية للمنتخب الوطني قد حسم من فريق القوة الجوية من المفترض أن تكون هناك من يطالب بتواجد المهاجم علي يوسف ذو العمر الحقيقي والمحترف في الدوري الإيراني على حساب أيمن حسين أو باشنك عبد الله علي يوسف لاعب سريع ومهاري أفضل وديناميكيا سريع وليس بطيء نعم هو لا يشكل إضافة للمنتخب كما هو علي الحمادي ولكنه أفضل من أيمن حسين كاساس يطلب من الاتحاد الأسيوي حل مشكلة أمجد عطوان ومهند علي قبل إعلان القائمة الأسباب مهند علي وأمجد عطوان يمتلكان جوازات سفر عراقية بمواليد مزورة ويذكر أنها مسجلة في الاتحاد الأسيوي الآن انتهت صلاحية هذه الجوازات وذهبوا إلى مديرية الجوازات للتجديد المديرية رفضت التجديد بالمواليد المزورة وقررت إعادتهم إلى المواليد الحقيقية بالرغم من وجود قرار قاضي يسمح لهم بالتجديد بالمواليد المزورة لكن المديرية رفضت رفض قاطع إدارة المنتخب العراقي بقيادة مهدي كريم حاولت التحايل على الاتحاد الأسيوي من خلال إرسال الجواز الدبلوماسي لكن الاتحاد الأسيوي رفضت تعامل بهذا الجواز الأحمر والمطلوب هو الجواز الاعتيادي جميع اللاعبين الذين عليهم علامات الاستفهام بخصوص التلاعب في الأعمار تم حسم أمرهم إلا مهند علي وأمجد عطوان الاتحاد الأسيوي بات له الأمر واضح جدا لذلك قام بطلب الجواز الرسمي من اللاعبين أمجد وميني يا ترى ما حل هذه المشكلة أما الاعتراف بالحقيقة وعطاء المواليد الحقيقية أو غير مسموح لهم بالسفر والمشاركة في بطولة آسيا في قطر في حال الاحتراف بالعمر الحقيقي سوف تترتب عليهم عقوبة قاسية من الاتحاد الأسيوي يا ترى هل هؤلاء اللاعبين سوف ياثرون على سير المنتخب العراقي في بطولة آسيا بسبب وجود أمور غير شرعية؟ دعوة ثلاثون لاعبا لصفوف المنتخب الأولمبي للدخول بمعسكر تدريبي في مدينة البصرة للفترة من الثاني ولغاية العاشر من شهر كانون الثاني يناير من العام المقبل يدخل ضن منهاج إعداد المنتخب إلى نهائيات آسيا في دولة قطر المنتخب الأولمبي يعسكر في البصرة تحضيرا لبطولة آسيا في قطر العام المقبل الصحفي الدكتور عدنان لفتت في تصريح صحفي لبرنامج صوت الملاعب سبب تأخير إعلان قائمة المنتخب الوطني جواز أمجد عطوان فيه مشكلة معروفة ولاعب أخر مهم جدا جوازه منتهي ويوجد مشكلة في تجديده وهناك أمور تتحدث عن تواجد مشاكل أيضا في جوازات بعض اللاعبين العراقيين أمجد عطوان وعلي عدنان ومهند علي وإبراهيم بايش ولحد الآن الأسباب غير واضحة مدرب المنتخب العراقي السابق عبدالغني يصرح ويقول ما يلي دعونا نتكلم واقع حال بعيدا عن العاطفة والمجاملات هل تعلمون أن المنتخب العراقي في الأدوار السابقة يلعب بعشرة لاعبين فقط نعم تصدق أو لا تصدق كنا نلعب بعشرة لاعبين لأن أيمن حسين بعيد كل البعد عن كرة القدم ولا يصلح أن يلعب في منتخب يمثل بلد بأكمله والدليل ليس لديه تمريرة صحيحة ولا تسديدة ولا استحواذ أنا أتكلم هكذا ليس ضد اللاعب أيمن حسين كل الاحترام له كشخص ولكن أنا حريص على بلدي وعلى الجماهير العراقية وأريد أن يتطور المنتخب كما تطورت بعض المنتخبات ما هي آرائكم حول ما قاله المدرب السابق عبدالغني وخصوصا عندما درب المنتخب العراقي ويقول كنت لا أملك إلا عشرة لاعبين وهذا الكلام غير دقيق ولا يوجد فيه صحة لأنه لم يعطي زيدان إقبال أي فرصة أما ما يخص أيمن حسين أن التعرف أن مستواه ضعيف جدا على حد قولك إذا لماذا تشركه أساسي ولم تعطي لحمادي أي فرصة للعب في المنتخب العراقي الإعلامي السعودي ماجد التوجري في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا العراق منتخب جيد وقد يكون هذا الجيل هو ثاني جيل بعد يونس محمود ونشأت أكرم لكن بالتأكيد هو ليس أفضل من جيل 2007 المدرب الإسباني كاساس يعرف تفاصيل الكرة العراقية بشكل جيد كونه قد أستمر بأكثر من سنة مع المنتخب أتمنى أن نلعب ديربي خليجية بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي في المباراة الختامية لبطولة كأس آسيا الصحف اليابانية تغرد عن مواجهة العراق وتحذر المدرب منتخبهم من خطورة الهجوم العراقي وذكرت قوة المهاجم الذي يحمل الرقم 18 ما يميزه بقوة الجسمانية وطول قامة عكس لاعبيهم لاعب منتخب الوطني السابق جاسم سوادي في تصريح صحفي قائلا كأساس رجل المرحلة وهو من صنع ثورة داخل المنتخب الوطني وتمكن من صناعة قاعدة كبيرة من اللاعبين لم يفعلها أي أحد قبله ما يحصل من استهداف لللاعبين المحترفين وعبر البرامج التلفزيونية هو أمر نعيب جدا ولا يدخل في خانة النقد وطرح الرأي وإنما هو استهداف ممنهج لللاعبين المحترفين وعلى البعض أن يعلم أنه لا فرق بين لاعب محلي ومحترف وجميعهم أبناء العراق المطالبة ببعض اللاعبين ممن تم تجريبهم سابقا غير صحيح كون المنتخب الوطني يحتاج إلى دماء جديدة ووجوه لاعبين صغار قادرة على اللاعب لعشرة سنوات مقبلة نفط الوسط يقدم اعتراضا على نادي الشرطة بذات السبب الذي تقدم فيه زاخو لعدم مرور 72 ساعة على المباراة كارثة آخر كبيرة قد تصيب نادي الشرطة إلى غاية الآن لجنة الانضباط في صدد التعامل مع الشكوى المقدمة ضد نادي الشرطة لم يستقر مدرب المنتخي العراقي الإسباني فيسوس كاساس على أسماء المهاجمين في قائمته النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر ومن المقرر أن يعلن كاساس عن القائمة النهائية لمنتخب العراق خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا للسفر إلى أبو ظبي وخوض معسكر تدريبي قبيل الدخول في البطولة وقالت مصادر خاصة لموقع المستديرة الرياضية إن مدرب المنتخب العراقي استقر في التشكيلة النهائية للمنتخب العراقي